السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شباب وضمتم في صحة وعافية فت credible لا هادأ ولا إذا طيب تعال معي أول حاجة يا شباب لكلمة so متى استخدم كلمة so أول شي so I use it with the positive sentences يعني الجملة المثبتة ما فيها نط الجملة اللي ما فيها نط باستخدم معها so طيب كيف استخدمها بجيب أول شي so لو عندك دفتر so plus auxiliary verb helping verb يعني فعل المساعدة اللي في الجملة اللي هو الأفعال المساعدة يا شباب um are is was does do have هذي كلها أفعال مساعدة إذن أول شي بجيب so ثم بجيب فعل مساعد بعد الفعل المساعد بجيب subject اللي هو الفعل اللي في الجملة ثاني أقول so plus so so زائد فعل المساعدة اللي في الجملة زائد subject زائد الفاعل الفاعل بيجي في بداية الجملة طيب يلا تعال ركز معي هنا I'm nervous about the exam I'm nervous about the exam لا ننسي إنه so تجيب مع الجملة المثبتة طيب لما نجي استخدم so اهو جيبت so بعديها الفعل المساعدة اللي في الجملة am هنا يا شباب am وبعدها الصبجي كان يهو شو i يعني so am i so am i أوكي تعال تيجي كلي هنا I played football last Sunday I played football طيب استخدم so أول بجيب so طيب هنا الفعل المساعدة حق played اللي هو played نحن بنا فيها بdid هنا فعل المساعد غير زيان فبجيب did أوكي so did i so did i إذن يا شباب كلمة so بستخدمها مع الجمل المثبتة يعني لو يجيب للجملة مثبتة وأقول لك استخدم so تجيب so في الأول بعديها تجيب الفعل المساعدة اللي موجود في الجملة بعديها تجيب الصبجيكت اللي هو الفائل الفائل I he she he 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 بعدها جبت الفعل المسائد اللي في الجملة بعدها جبت نفس الاستخدام بس neither مع جملة المنفية also مع جملة المثبتة neither have I طيب تعال هنا فيونة can't draw very well شوف جبت neither الفعل اللي في الجملة اللي هو can اللي هو الفعل المسائد I إذن يا شباب الاستخدام حق neither so so في الجملة المثبتة neither في الجملة المنفية الاستخدام بجيب so أو neither في الأول ثم أجيب الفعل المسائد اللي في الجملة فعل المسائد الhelping there بعدها بجيب subject كده بكون استخدامت so و neither استخدام صحيح لنشوف الأمثلة هنا سوزان doesn't want to paint outside هنا قال لنا complete using so neither and و زل اللي في الجملة المثبتة و زل اللي في الجملة المثبتة و زل اللي في الجملة المثبتة طيب سوزان هنا سوزان doesn't want to paint outside قال لنا استخدام نايزر أو أول لازم استخدام نايزر لأنه يتم لفيها مبتة طيب من هنا he does not الفعل المسائد جائز إذن بستخدام does neither does تعال هنا I hate making scapsulars I hate making scapsulars طيب يا شباب هنا كلمة hate making hate طبعا بيجي بعدها فجل زيض I and G لأنني I hate drinking bipsi I hate playing tennis I hate sleeping more hate بيجي بعدها فجل زيض عينجي don't forget this rule أوكي طيب جبنا أول بنستخدم so ليش استخدمنا so يا شباب لأنه كلمة hate make ما في نغط جملة مثبتة عشان كده لازم استخدم so طيب من وين جبت ديد اللي هي لما نأجي أنفي الجملة هذي بنفيها بيدي بنفيها بي دوم حلش I don't hate making I don't إذا استخدمت دوم فالفعل المسائد هنا ريشارد and I أصبحنا اثنين صاح أصبحنا we عشان كده هنا على طول جبلين الصبج يكوش we ريشارد and I went to the polling alley on Thursday يالله هنا باستخدم أول حاجة so ولا باستخدم so ليش لأن الجملة مثبتة ما فيها مت it's not negative sentences طيب so did ليش استخدمت did لأنه هنا وين وين هي ماضي والماضي بنفيه بيدي طيب نمشي نشوف ويا victoria is not real شوف هنا is الوزر الريفير is استخدم لانا نايزر ليش لأن الجملة وشو من فيها طيب هنا ما فينا فيه ما فينا فيه شايف كده استخدم لانا وشو was استخدم so sorry استخدم so ما استخدم نايزر was اللي هو الفعل المسائل we will not go to the escape park استخدم نايزر ليش لأنه هنا عندنا نفي فالنفي باستخدم معا وشو نايزر وفعل المساعد لأنه وغل اوكي دمتم في امان الله اتمنى انكم استوعبت القائدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا